مرحبا أحبابي الكرام اليكمى ملاحظات ونصائح همة بخصوص مكيف الهواء المتنقلي كيف يعمل مكيف الهواء المتنقلي؟ تعمل مكيفات الهواء المحمولة على تبريد الهواء الدافئ للغرف باستخدام المبردات ثم تتخلص من الهواء الساخن للناتجة عين هذا العملية خارج على غرفة عبر خرطة وممياها لا يعملها مكيف الهواء يجب أن تتأكد من تنفيس الهواء الساخن بنجاح خارج الغرفة ويفضل أن يتم ذلك من خلال نافذة تطرد الهواء إلى الخارج يستهلك الكهرباء بنسبة أقل عن غيره من باقي الأنواع كما أنه يتميز برخص ثمنه مقارنة بغيره من الأنواع وأيضا يتميز بسهولة آنتقالها من مكان إلى آخر وكذلك سهولة تركيبها إلا أنه ضر جدا على الصحة للجميع وخصوصا لدى الأطفال هل التكيف المتنقل فعال مكيف صحراوي متنقل قادر على توفير مستوى عال من طاقة التبريد بطريقة فعالة للغاية ومن المثير للاهتمام أنه يستهلك طاقة أقل أثناء توفير طاقة تبريد لا تضاه المكيف الصحراوي عبارة عن جهاز الشار إليه أيضا من طرف العديد بمبرد الهواء إنه جهز تبريد فريد مناسب للمناخات الجفة ما هو الفرق بين مبرد الهواء والتكييف آلية العمل يعمل مبرد الهواء من ميديا تكى على دفع هواء بارد عن طريق استخدام المياه يعمل على تحريك الهواء مثل المروحة لكنه ينتج عنه هواء بارد ولكن ليس مثل برودة التكييف أو لتكييف المحمول الذي يعمل بنظم ضغط الهواء وليس بالماء الجهاز موفر للكهرباء ويعطى هواء بارد إلى حد ما يصرع للاستخدام في مساحة حوالي 15 متر مربع عيوب المكيف المتنقلي أفضل مكيف صحراوي يدخل هواء بقوة عالية ويوفر خاصية التحكم عن بعد وهو يعمل على تبريد مساحة تتراوح ما بين 18 إلى 26 مترا مربع لذا يعد مكيفا مثاليا للغرف ذات الحجم المتوسط صديقة للبياءة لا يصدر صوتا مزعجا ويجب أن يتم العمل على توفير فتحة في كل غرفة من أجل أن يتم وضع مسورة ليتم تصريف الهواء الساخن خارج الغرفة كذلك أن يكون شبك الخاص في الغرفة من لالوميتال هناك من يعتقد أن الاستهلك في للطاقة دخلها لكون أقليل ولكن هذا اعتقاد خاطئ يوجد فيه تشابه مع المكيفات التي تكون ثابتة في استهلاك الطاقة تري كم من الوقت يحتاج المكيف للتبريد دورة التبريد تحتاج إلى من 20 إلى 30 دقيقة لتبريد كثة زوايا الغرفة القريبة والبعيدة للمكيفات وظيفتين التبريد وتخفيض الرطوبة يقوم المكيف الكبير بعملية التبريد بطريقة أسرع إلا أنه لا يستطيع تخفيض الرطوبة في الوقت نفسه أما دور وضع الماء تحت المكيف لتجنب آثار المكيف الصحية يمكنكم ترتيب الهواء في الغرفة وتفادي إغلاق كل النوافذة لدخول بعد الهواء وللرطوبة إليها كما يمكنكم وضع منشفة مبللة أو وعاء من الماء أمام المكيف لترتيب الهواء في الغرفة أضرار التكييف الصحراوي على صحة الإنسان فإكان بمقدورك أثناء تكييف من الأنواع الكهربائية الآخر من الناحية المدية فلا تترددي في تصديره على هذا النوع ما هو التكييف الصحراوي؟ هو مبرد للهواء إذن تشغيله عن طريق وضع المياه بدخله لتبدأ المروحة الداخلية سي تبريدها وبحولها الهواء برد ضرار التكييف الصحراوي خطر على الجميع استنشاء الهواء البارد في الأساس يعمل على استثارة الجهاز التنفسي ما يؤدي إلى زيادة حدة الأزمات الربوية والنزارات الشعبية فضر على الزيابات الجيوب الأنسية خاصة عند مرض الحساسي يؤدي إلى الزياب بالغشاء البلوري ويؤدي التكييف الصحراوي إلى زيادة أزمات الربو لمرض الربو وذلك لأنه يؤدي إلى زلق الشعب الهوائي حذر الأطباء والمدخصين من خطر على عدم تنظيف المكيفة الصحراوي بكثرة وذلك بسبب تراكم البكتريا والجرسيم في الماء ومن ثمن تشارع في الهواء نقط نقط يسبب المكيس الصحراوي الشعور بآلام في العضلات والمفاصل الاصابة بالنزارات الشعبية الحبة نقط 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 تنظيف الازدهاب الرئوي نقط 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 الآثبات الجيوب الأنسية نقط نقط الأصابة بعض الأمراض الصبرية نقط 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 Mandar يحذر الأطباء من استخدام المكيس الصحراوي لأنه يؤدي لعزمات الربوية نقط يؤدي أحيانا إلى الإصابة بالخراج نقط نقط يؤدي لإصابة الجلب الجفاص الشديد المترجم للقناة